بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وقاتلكم بكل خير في الحلقة السابعة من السلسلة الفحوصات الطبية سوف نتحدث عن كريات الدم الحمراء وظيفتها، آليات عملها، النسبة الطبيعية لها وأهم العلامات السلرية المرتبطة بزيادة وانخفاض أعدادها نعم، تتمثل الوظيفة الرئيسية لكريات الدم الحمراء في نقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين هذه العملية تتم عن طريق الهيموغلوبين في داخل كريات الدم الحمراء حيث أن الهيموغلوبين يتحد مع الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ويأطي الدم الشرياني مظهرا أحمرا فاتحا طبعا عملية هذه العملية عملية تبادلية عملية تبادلية تتم بصورة مستمرة في جسم الإنسان العملية نقل كريات الدم الحمراء للأكسجين وثاني أكسيد الكربون الشكل كريات الدم الحمراء شكلها له دور كبير في هذه العملية حيث أن الشكل القرصي ثناء التجويف لكريات الدم الحمراء يوفر مساحة أكبر للهيموغلوبين ليتحد مع الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في خلال هذه العملية كما أن هذا النوع من الخلايا أيضا لها دور لها شكل أو لها تغير شكلي أنه هي تغير شكلها حتى تسمح بالمرور من عبرة أشعيرات الدموية الأصغر طيب السؤال المهم هنا أنه لماذا يتم تحديد أو فحص كريات الدم الحمراء حقيقة إختبار كريات الدم الحمراء لمثلنا العدد الإجمال لكريات الدم الحمراء في ملي متر مكعب من الدم هو قياس مهم جدا لفقر الدم وكذلك لزيادة كريات الدم الحمراء فقر الدم هذا نطلق عليه بالعنيمية أما زيادة كريات الدم الحمراء فهذا نطلق عليه بالبوليсеثيمي بالنسبة للقيم الطبيعية لكريات الدم الحمراء يمكن أن تلاحظوها من خلال هذا الجدول البسيط حيث أن القيم الطبيعية لعداد كريات الدم الحمراء تختلف ما بين الرجال والنساء وحتى الأطفال وحديث الولادة فنلاحظ أن عدد كريات الدم الحمراء في الرجال يتراوح ما بين 4.2 مليون إلى 5.4 مليون كورية في المليمتر المكعب الواحد في الرجال بينما في النساء يكون ما بين 3.6 مليون إلى 5 مليون كورية في المليمتر المكعب الواحد في حين أنه نسبة طبيعية لهذه الأنواع من كريات الدم الحمراء بالأطفال رح يختلف حيث أنه من حديثي الولادة من يوم واحد إلى اسبوعين يكون عدد كريات الدم الحمراء ما بين 4.1 مليون إلى 6.1 مليون كورية في المليمتر المكعب الواحد وتبدأ هذه العملية تقل تدريجيا إلى أنه الشخص يبدأ أكثر موضح في هذا الجدول إلى أنه بعد ما يصبح أكثر من 18 سنة راح تلاحظ أنه عدد كريات الدم الحمراء تبدأ تخترب من النسبة الطبيعية بالنسبة للرجال والنساء نعم الأعراض السريدية أو الآثار السريدية التي ترتبط بزيادة وانخفاض كريات الدم الحمراء تتعلق بكثير من الأمراض التي يصيب بها الكائن الحي في حالة زيادة أو في حالة الانخفاض سوف نتناول الحالة الأولى منها وهي حالة انخفاض كريات الدم الحمراء في حالة حصلت في قيم الريد بلات سيلز ماذا يحدث؟ أدنى شكليا من الحالات هي الحالة الأولى التي تحدث فيها عمليات الفقر الدم والتي هي الأنيميا وهذه عادة يحدث فيها انخفاض في كريات الدم الحمراء أو انخفاض بكمية الهيموغلوبين أو انخفاض بحجم كريات الدم المتراسل والذي نطلق عليه بالHCT أو PCV هو نفسه حقيقة هذا النوع من فقر الدم يرتبط بعدد من الحالات التي هي مرتبطة بالأنيميا إما أنه يكون الأنيميا ناتجة عن عملية تحطم لكريات الدم الحمراء أو نتيجة لفقدان يعني يصبح عملية نزف أو عملية بليدنج أو نتيجة للايرون أو نتيجة فقدان أو بعض الفيتامينات الضرورية بإنتاج كريات الدم الحمراء مثل B12 هذه الحال الأولى الحال الثانية التي هي متعلقة بالاضطرابات المرضية والاضطرابات المرضية عادة هي أمراض ترتبط أو عندما يصاب بها الإنسان تؤدينا إلى انخفاض في كريات الدم الحمراء ومن هذه الأمراض هو مرض هوتجوكين دزيز وهو من الأمراض الورمية أيضا وإضافة إلى الأورام اللنفاوية وهناك كثير من اللنفوس ترتبط مع انخفاض كريات الدم الحمراء الملتبل مايلومة أيضا اضطراب التكاثر النقوي اللي هو الميلوكولفريتيف وإضافة إلى اللوكيميا أيضا في حالة النزيف الحاد أو المزمن في حالة كذلك الأمراض المناعية اللي منها اللوبوس ارثيماطس أو اللوبوس اللي يسمى بداء الذؤاب الحمراء أديسون بزيز أيضا واحدة من الأمراض اللي ترتبط أيضا بانخفاض كريات الدم الحمراء إضافة إلى مرض أديسون وهو أيضا واحد من الأمراض المناعية ليس سوف أتحدث عنه لاحقا الحمى الروماتيزمية أيضا لها دور واللي هو الريماتيك فيفر بعض الالتهاب الشغاب تحت المهان أيضا واللي هو يلعى بالسب أكيوت أندوكاديتس إضافة إلى بالحالة العدوى المزمنة هذا ما يتعلق بحالة انخفاض كريات الدم الحمراء والأمراض المتعلقة بها النقطة الثانية أو الحالة الثانية هي حالة زيادة كريات الدم الحمراء وهذا ما نطلق عليه بال الثانية زيادة كريات الدم الحمراء تقسم إلى شكلين أو مجموعتين المجموعة اللي هي مجموعة أولية واللي هو نطلق عليه بال بالبرايماري وهذه البرايماري تكون بشكل حالتين إما أنه تحدثنا البوليسايثيميا اللي هي نطلق عليها بالبوليسايثيميا واللي هو يكون اضطراب بالتكاثر النقوي نحب بها ارتفاع كريات الدم الحمراء مع ارتفاع قيمة الهيموغلوبين والحالة الثانية هو الزيادة انتاج كريات الدم الحمراء في نخاع العظم نفسه وهذا ما يطلق عليها بال الزيادة هذه الحالة الأولى وهذه الحالتين تتعلق بالبرايماري أما الحالة الثانية واللي هي تتعلق بالسكندرى الزيادة فعادة هذه هي ترافق أمراض الكلة والبرايماري أو أحيانا حدوث برهم في خارج الكلة يعني على سطح الكلة وهذا نطلق عليها بالأكسترارين أو أو تزداد أيضا في حالة الناس الأشخاص أو السكان اللي يعيشون في مناطق العائلة عالية عفوا إضافة إلى الأمراض الرئوية وأمراض القلب أيضا ترتفع بها وبعض الأمراض اللي هي لها علاقة باعتلال الهيموغلوبين وهو ما نبق عليه بالهيموغلوبين بايونوب بايونوبهالثي أيضا أيضا في حالات التدخين أيضا ترتفع فيها عدد كريات الدعم الحمراء طيب أدنا نوع آخر من زيادة بكريات الدعم الحمراء لكن هذا النوع هو مرتبط بإنخفاض في حجم البلازمة وهذه تحدث عادة في حالات الجفاف اللي هو نجمع في الناتج سوى عن طريق الإسهال وهناك بعض الحالات الأخرى تدعى بمتلازمة جايسبوك أيضا نلاحظ بها زيادة في عدد كريات الدم الحمراء أثنى نقطة أخرى هو نحب أن نتعلق أن نذكر بعض العوامل اللي تتداخل وتأثر على عدد كريات الدم الحمراء فأول هذه العلامات هو اللي نحن نقصد بالجفاف والجفاف هذا يؤدينا إذن يحجب تركيز يعني زيادة كريات الدم الحمراء عند البالغين المصابين بالجفاف وهذا قد يكون ناجم عن الحروق أو مثلاً أحياناً إنسداد الأمعاء المعالج أو أحياناً الطيء المستمر وأحياناً استخدام بعض أنواع المدررات هذه الجفاف ينتج عنها عفواً يعني ينتج عنها فقر دم شديد ليس زيادة وإنما ينتج عنها فقر دم شديد يعني هذا ما يطلق على بسفير أنيميا الأمر له دور أي تداخل أيضاً بزيادة أو نقصان كريات الدم الحمراء فلاحظنا أنه في حالات الحديثي الولادة تكون كريات الدم الحمراء أعلى من الأشخاص البالغين الإجهاد أيضاً ستريس أيضاً يسبب ارتفاع في كريات الدم الحمراء ومثل ما ذكرنا أيضاً الارتفاع يعني شخص كل ما كان يعيش في المناطق العالية تلاحظ أنه بالصعودة للمناطق العالية ينخفض كمية الأكسجين فحتى انخفاض كمية الأكسجين يتم تعويضها بزيادة في كريات الدم الحمراء الحالات الحمل أيضاً تزداد فيها عفواً حالات الحمل هي راح تنخفض بها يحدث انخفاض نسبي في عدد كريات الحمراء حيث تنخفض يعني طردياً مع زيادة عكسياً عفواً مع زيادة سواء الجسم أثناء الحمل هناك بعض الأدوية أيضاً تؤثرنا وتسببنا انخفاض أو زيادة في عدد كريات الدم الحمراء هناك بعض العوامل الخارجية يعني العوامل الخارجية المتعلقة بأثناء سحب الدم يعني في المختبرات مثلاً أنه الانبوب اللي هو التيوب الـ EDTA اللي يستخدم في عملية بعد عملية سحب يعني بعد عملية سحب الدم ووضعها في داخل هذا التيوب يجب أن تكون كمية الدم من تشكل ثلاث أرباع أو هو حقيقة موجود لاين أو فتخط بالنسبة لكل تيوب يجب أنه يمتلي إلى حد هذا الخط حتى تكون قيمة كريات الدم المحسوبة في داخل هذا الجهاز دقيقة وأيضاً يجب عدم تجلط عينة الدم حتى لو كان هناك تجلط بسيط فهذا أيضاً يأثر على قيمة كريات يأثر على عداد كريات الدم الحمراء حقيقة هذا أهم ما يتعلق بكريات الدم الحمراء ووظيفتها والنسبة الطبيعية وزيادة منخفاض كريات الدم الحمراء مع تمنيات لكم بدوام الصحة والآفية شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم